طيب مع مرور اول ساعتين تقريبا من فتح اللجان الظاهرة اللي كل اللجان يعني مجمع عليها او كل الناخبين اجمعوا عليها اللي نزلوا من الساعات الاولى ان اللجان مش زحمة ومش بس انها مش زحمة كمان الاجبال ضعيف جدا ليه؟ طب خليني اقول حاجة؟ اوه؟ عايز اقول ان يمكن النظر تفاقلية دايما اللي انا دايما بحب لكم فيها انه ناس كتيرة جدا ممكن تكون اللي راح وقعد اربع ساعات الصبح فقالك تابعنا روح متأخر شوية عشان انا وقفت اربع ساعات واللي جامع تبقى فاضية بالليل فاحنا لسه قدامنا يومين وخلينا نشوف هنشوف بس يعني احنا بقول الحقائق يعني ايه اوكي ما دي حقائق بس لدي فورصة بديدة نصر لقصر نفس الكلام يعني الدنيا شوية كده طيب طبعا الكلام ما بيخلصش عن الانتخابات الحقيقة ومنورنا دروازي يا صديقة يعني ضفة البرنامج العزيزة وصحبة بيت الحقيقة في المقدمة بتكون معظم الوقت لازعة ولكنها رأى تحترم جدا احنا منورنا النهاردة الاستاذة الصحفية الجديرة فريدة الشباشي طبعا الخير يا فانت منورنا طبعا الفل وانا والله عيانة وجيت عشان خطيركم سلامتك الف سنة لا انا لجيل لك اصلا طيب ايه اللي بيحصل ده شوف اللي بيحصل يعني له جوانج كتير جدا 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 ما نقدرش نقراها النهاردة لازم نرجع الورا انا لها تفسيري قد اكون مخطئة يعني تغلغل الحركات اللي بيستها الاسلامية لان الاسلام اول حاجة فيه العدالة اول حاجة والحرية والمسواة واحترام كرامة الانسان وربنا قال خلقنا الانسان مش ان انا اجي حد يكلمني على ان هو متدين او يدعي انه يتكلم باسم الاسلام ويعتبرني شيء انا كامرأة انا اللي ربنا خصني بالرحم وفي هذا الرحم توهب الحياة وانا امك واختك وبنتك وزملتك في العمل وزوجتك دول ناس دول ناس للأسف الشديد ومش لقيين حد يردهم ولا يعني يردهم لانهم بيقولوا حاجات ساعة تعدي على القانون وتعدي على حقوق الاخرين يختسروا الدين في النصف الاسفل من الانسان انا اسف ان انا اقول كده لكن هاتولي اي حد فيهم بيتكلم الا ان المرأة لازم تلبس كذا يحيش شيل المرأة من دماغك وشوف العشوائيات شيل المرأة من دماغك وشوف السرطان اللي متفش فينا شيل المرأة من دماغك وشوف التفاوت الاجتماعي البشع اللي لا يليق بدولة والله حتى لو كانت دولة مش عارف اقولك ايه انه يبقى فيه ناس بتاكل من القمامة وناس قاعدة في منتجعات ده ما كنت بقولك النهار كل عضو من أعضاءهم بيباد في بيت يعني عنده بيوت بحيث إن إيده الشمال في الأصر وإيده الليمين في الأصر يعني عيب كده عيب خلونا نتكلم كلام وقعي وبلاش استغلال البسطاء والناس الناس النهاردة لما الدولة انسحبت بعد يعني منذ رئيس السادات ما قال الانفتاح اللي هو عمل انفتاح سماه أستاذنا الراحل الأحمد بها الدين المفتاح ساد أحمد داح صحيح لأنه انفتاح خلى عندنا ناس كونة سرواد بالمليارات بلا زي ما تقول أنت بأمرت إيه ما تعرفيش لا انتاج نازات في حاجة بالعكس بقينا دولة مستهلكة أكتر بقينا دولة حتى ما لدينا من أدوات الانتاج بعناه يعني بعيته السلطات المختصة وتجارة واخده عمولات وشيء يعني فعلا اللي يليق بهذا الحكم هو الكلام اللي قاله أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسن هيكل لما قال ده تشكيل عصابي فعلا ده كان تشكيل عصابي فاحنا النهاردة قدامه أنا بحس بجرح لما أقول أنا كمصرية عندي 40% أمية لما واحد يجي يقولي أنه أنا يعني يتغلغل بقى خلاص ما الدولة سابت والتعليم انحضر فدول خدوا مواقع جمدة جدا للأسف يمكن النهاردة عدم الزحام يمكن نوع من الصحوة برضو بمعنى 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 أن أنا يعني في ناس كتير اتكلمت أنا اتكلمت وغير اتكلمه وكتير من الناس اللي عندهم يعني أنا بعتبرت أن عندنا ضمير أنا ماينفعش أقول للمواطن المصري أنت لو صوتتلي هتروح الجنة ده ماينفعش لأن أنا مش ربنا استغفر الله العظيم حاشا لله ربنا هو اللي بيودي الجنة والنار وعمرنا ما حد فينا يقدر أنه يقول ليه ده بيروح الجنة وليه ده بيروح النار نمر اتنين أنه أنا مقدرش أقول لواحد ما تصوتش للكتلة اللي رئيسها محمد أبو الغار محمد دكتور محمد أبو الغار اللي هو عالم من أعلامنا بنفتخر بيها أنا خايف هيجي يوم يكفر هن الشحار ده ما كفر نجيم محفوظ ما إحنا قرأنا يا فندم برضو عن تكفير الأديب العالمين أيوة لأنه مش لازم إحنا فيه دول في المنطقة وفيه يعني قوة أخرى مش عايزة أن مصر يبقى لها مكانها ومكانتها اللائقة بيها إزاي إحنا يبقى عندنا واحد نوبل يجي واحد زي الأستاذ ولا أنا عارفها هو مهدس ولا إيه عبد المنعم مش حاتي يقولك ده بيحرد عن رزيلة رزيلة إيه؟ وقراله يا فندم عشان يقارك لانها وبعدين هو بيتكلم إزاي بإسمه؟ مثلا عايزة أقول بس على حاجة فكرة بقى أنك أنت تعملي الانتخابات على أنها انتخابات طائفية أنت كده بكل بساطة بقولك أنت بتشارك بفاعلية شديدة جدا في تفتيت مصر بس عايزة أقولك أنه أنت أين كنت أنت مين؟ ياللي بتحاول تعمل مصر أقباط ومسلمين؟ عايزة أقولك أن مصر وحدتها محكومة يعني حكمها جغرافية الوطن ده اللي إحنا عايشين فيه لأن إحنا عندنا نيل واحد النيل ده من جنوب السودان جنوبا يعني من السودان الشقيق إلى البحر لطيب ده محدش يقدر يفتته اللي يفتته الباقيين اللي فاضلين هايقوموا يفتتوه لأن ما تفتت النيل يعني بتفتت مصر أنت ما عندكش مناطق في مصر جغرافيا تقدر تعيش فيها وتكتامل بدون النيل أنا بس عايزة كمان جبل أقولها حدريك مشكمان مشكلة المسلمين وأقباط إحنا دولتي لدينا مشكلة المسلمين وأقباط وناس يعني مش عايزة أقول أن إحنا نقتصر المسلمين والتحنا كمان فيه ناس هتكفر وبنقصر مسلمين والنسلمين امه أنت ما أنا بقولك هه ومسلمين ومسلمين மواصلون وانت لو عمدت ده تبقى كافر لما فيه النهارده فين الدولة أنا عايزة أعرف فين الدولة نفسي أحس في أن في دولة لما يطلع شيخ بيسمي نفسه شيخ وأيا كان أنا شعرفت له جاي بيعمل إيه لما يطلع يقول للناس في المسجد لما يقول لهم وفي الزوايا لما يقول لهم أنت لو صوتت للليبرالي تبقى كافر وقافم ولما يقول لهم أنت لو صوتت للعلماني العلماني اللي هو بيقول لك العلم وأن الدولة حاجة ورجال الدين حاجة تانية يبقى تبقى قاسم وانصوت القبطي تبقى قاسم وكافر إيه دا فيه فتنة طائفية وفيه شغل على العلن كده في كل الدول كل الدول اللي بتحترم نفتها واللي فيها إدارة الناس دي بتكون بتشتغل في الخفاء دول في العلم دلوقتي في المساجد وفوق المناب وعلى شاشات التليفزيون إزاي يعني هو احنا مش كنا سمعنا فندم في الأول خالص قالوا أن الانتخابات مش هيكون في دعاية على أسس دينية وهيكون في رقابة وهيكون في كل الأحزاب مفروض أساسا كان بداية الأحزاب وعشان كده حزب الحرية والعدالة اتسمى الحرية والعدالة لم يسمى الإخوان المسلمين بهذا السبب ولكن دلوقتي كل البلبوت وكل الدعاية عرفتك أشو بكلم على هذا الحزب التحديد أنا أتكلم بشكل عام لكن يعني معظم الدعايات حزب الحرية والعدالة بإسم كده كلهم استخدموا للأسف أحط الأسلحة فتنة طائفية تكفير استخدموا رشاوي هو الحزب الوطني السياسة أصلها لعبة لا 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 كله فيها مسموح بداية الحجة لا انت جاي بتقدمني نفسك على أنك حاجة نظيفة وحاجة مختلفة وبتدي للغلبان كارتونة الغلبان مش عارف أن الكارتونة دي النهاردة هتحرموا من كل الكارتين اللي جاية بعد كده لسنين انت النهاردة زي ما الصنين بيقولوا بدل ما تديني سمكة علمني السير انت النهاردة لما تدي لواحد كارتونة دي اسمها إيه أنا بسميها رشوة انتخابية انت النهاردة لما تقول لواحد انت لو صوتت الفلان هتروح النار ده ايه ده تزوير وتضليل يعني أنا ما استخدمش الأسلحة اللي الثورة قامت عشان تتخلص منها نفس الأدران هنفضل فيها تاني باسم الدين طب باسم مباركة أو باسم الدين تفرق ايه يعني لقى الدين حاجة تانية خالص أنا عايزة أقولك على حاجة الناس في التحرير قالوا ايه أهم حاجة عدالة اجتماعية وعايزة أذكر كل اللي ما تذكروش قبل كده أو اللي نسوا أو اللي تناسوا أو اللي بيدخلوا بحجمة فضيعة لا يمكن تكون مصرية ولا يمكن تكون مخلصة لهذا الوطن لما هرقت بعت الرسول بتاعه عشان يدي رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب فراح الراجل بيقول فين أسر أمير المؤمنين أسر بقى قال له تعالى معايا ودالة الراجل نايم تحت شجرة ونايم عن نعل بتاعه قال له بقولك أسر أمير المؤمنين قال له هو ده أمير المؤمنين فبثله كده وقال له ايه قال له حكمت فعدالة فآمنت فنمت يا عمر عايزين عدالة الجنة ملكوش دعوة بيها الجنة ربنا هو اللي عارفها أنا ممكن أكون قدامك يعني مفيش علي غبار ومين عارف بعمل إيه تحت من تحت لتحت هو الجسوس مثل مثلا أنا بدرب مثل يعني ورق يسمع الفرق هو الجسوس حد بيشوفه إلا بعد فترة أنت لما بتشوفه قدامك بتفتكره حتى يعني إنه هو مناضل وإنه هو مقاتل في سبيل الحرية والاستقلال وبيكون هو جسوس تمام يعني هي دي الحكاية لكن ربنا بقى الجسوس ده مقدرش يخفى عليه هو صحيح طيب حديث يا فدل نتكلم في جانب آخر طبعا يعني ده جانب أعطاق مهم جدا اللي يمكن هو ده الحديث الأغلب يعني بس خاليا نتكلم برضه في جانب آخر وهو المرسوم بالقانون لتمكين القضاء من الفرز داخل اللجان الفرعي شوف هيا بقى هو في هل في محاولات يعني آه في محاولات لتفادي اللي حصل وفي إحباط حصل في البلد لأنه في أوراق كتير جدا من اللي تم فيها التصويت برا والأستاذة هلا سرحان ما هي ورط وقعدت على الزرز وقعدت قوم قد كده يعني هو برضه الإعلام لما بيكون الإعلام هو مفوض يكون المراقب بالزبط لا وبيفتش عن الجوانب السلبية الحقيقية ما عودش بقى يقول لك آه يا سلام ما عليش وإحنا وإن ده حاجات بسيطة 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 ده حاجات خطيرة وأنا بلاق إن ده من الاستعجال وبلاق إن ده في حاجة زي توافق كده إن إحنا نجري ونلهس لأن ده ده ردهم إن هو كان إن ده عشان إحنا مش أنتوا قلتوا عايزين نسلم السلطة بسرعة لا لا إحنا نسلم السلطة بسرعة إحنا كله ناء اتعامل عكسه وتعامل برضه حصل برضه حرف لإرادة الجماهير بصة ما أقول لك على حاجة هو كان من الأول خالص 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 كان بقى فيه دستور كامل ونستفت عليه دستور كامل وإنت شيل بس المواد اللي حطها مبارك عشان يورس ابنه بس ابنه اللي كان عايز يجيب شركة إسرائيلية بتاعت ترنقية الرأي تطوير تطوير الرأي المصري باربعين مليار وعايز ياخد عبوله هو وامه وأحمد نظيف على حسب الجرائد ما كتبت وبعدين لما محمود أبو زيد دكتور محمود أبو زيد العالم المحترم اللي كان مزير الرأي رفض تردوه طيب ويبقى عادينا تفادى بقى هل فيه فعلا حلول لتفادي ده يعني هل القانون دوات وغيره من الخطوات المشروع القانون اللي بيقوله أنه هو حيصدر عرفش التعليم اللي لقى دينا المشروع القانون اللي قاله حيصدر عشان خاطر يمنع أو يحاكم ويقاضي كل الممارسات الخطيئة اللي حصلت في الجولة الأولى قبل الجولة التانية والتالتة هل ده ممكن يكون تفادي للمشاكل اللي هت في محالة التانية والتالتة ولا أو مسكنات لا لا هي مسكنات لأنه زي ما أنت قلت في الأول أنه هم قالوا ممنوع استخدام الشعارات الدينية واللجوء للشعارات الدينية وكانت بالميكروفونات يا حبيبي يعني أنا سمعت إيل شوية بس كنت بسمعها ما يصحش كده أنت عشان أصدقك عشان يبقى لك مصدقية وريني على الأرض وريني تقولي مثلا أيدي خفية وريني مرة إيد بالأيدي الخفية دي ما أنا مستأمناك على أمني يعني أنا وأنا مش معقول أن دولة قد مصر مش عارفة تمسك بلطاجي لغاية النهاردة وعندنا الأمن الوطني وعندنا الشرطة وعندنا الجيش والله العظيم لو المواطن واسق في أنهم هم صديقين للمواطن نفسه يجري ويمسك البلطاجية لكن المواطن عارف أنه لو مسك بلطاجية والبلطاجية دول وراهم دهر جامد بيحميهم هو حيموت وما حدش هامل البلطاجية حاجة خلينا بقى نشوف نفع الدم يعني خلينا نفع الدم طيب شكرا